أهلا بكم أعزائنا هذه قناة حياتنا أور لايف نرحب بكم جميعا في هذا الفيديو نتحدث فيه عن آخر درس بمادة العلوم للصف الخامس وعن الصوت وخصائص هذا الصوت الصوت معروف معناها sound إذا بدنا نشوف هل الصوت زي الضوء ما أخذنا زي ما أخذنا بالدرس الماضي أنه بنكسر أو مش بنكسر هي اسمها ينعكس إذا ينعكس الصوت reflection of sound أما أيضا ممكن كمان يمتص يعني تم امتصاصه للصوت يعني يا بتعكسه يا بتمتصه كيف حسب السطح اللي بقى عليه فامتصاصه معناها absorption of sound صد الصوت الأكو رح نحكي شوي عن الأكو كيف بيحدث بالأشياء طيب هل الصوت ينتقل عبر المواد؟ نعم نتخيل أن الصوت ممكن يفوت عبر المواد هذا كلام صحيح إذا الصوت هو شكل من أشكال الطاقة كلنا من تفين على هاي الشغلة زي الضوء وينتقل عبر المواد فتسمع الصوت عادة عندما تنتقل إلى الأذنين عبر الهواء نتيجة حركة الجسيمات الهواء التي تنقله إذن الصوت عبارة من اللي بنقله جسيمات الهواء هايها عندك هون سماعة كيف الإنسان سمعه أو نحكي هنا صوت معين كيف سمعه هذا الإنسان؟ سمعه من خلال الهواء الهواء هو اللي بنقل الصوت تمام؟ إذن حركة جسيمات الهواء وبنتقل الصوت هيك باتجاه الأذن ساعتها بقدر يسمعه الإنسان طيب خلينا نشوف هذه الصورة يعني هون بالهواء كيف ينتقل الصوت بالهواء هل ينتقل الصوت بالسوائل؟ نعم هل ينتقل الصوت مواد الصلبة؟ نعم إذن انتقال الصوت عبر المواد بلشنا هون بأول شغلة عبر الهواء إذن هون هناك بلشنا وحكينا عبر الهواء اثنين بدنا نشرح كيف بالسوائل بينتقل وثلاث رح نشرح كيف ينتقل في المواد الصلبة طيب أنت تحت البحر هل ممكن تسمع صوت الحيتان وصوت الأسماك؟ طبعا طيب زيلت برضو تحت المي هل ممكن تطرق وتعمل أصوات وتسمعهم؟ نعم معنى ذلك الصوت ينتقل بالمي؟ طبعا إذن الصوت ينتقل بشكل جيد جدا في السوائل طيب خلينا نشوف الدلافين هاي اللي بالصورة بقولك تصدر أصواتها تنتقل عبر الماء اللي تتواصل مع بعضها البعض نعم الدلافين تعمل ما بناتهم أصوات مثلا بيدلوا أنه فيه خطر معين فيه أكل معين فيه كذا طيب ننتقل الآن إلى المواد الصلبة المواد الصلبة برضو الصوت بنتقل عبر المواد الصلبة هلأ رح أسألكم سؤال مين أسرع؟ أوكي؟ مين أسرع بنقل الماء؟ يعني الصوت وين بنتقل بشكل أسرع؟ بالغاز ولا بالمي ولا بالمواد الصلبة؟ خلينا نشوف طيب هلأ بالمواد الصلبة إذا ما أنتم شايفين حطينا أذننا هون على الطاولة وسحبيتنا صارت شو تعمل؟ صارت تخبط على الطاولة تمام؟ هل منسمع التخبيط؟ طبعا بما أن سطح الطاولة هو مادة صلبة فبالتالي هي بتنقل من الصوت فبالتالي الصوت ينتقل عبر المواد الصلبة ينتقل صوت عبر جسم الإنسان حتى ممكن نسمع نبضات القلب بواسطة سماعة الطبيب نجيب السماعة زي ما هاي اللي بنت عم تعمل زي ما عم بعملولها بيجي الطبيب بقدر يسمع النبضات القلب كيف تتواصل الدلفين إذن مع بعضها؟ من خلال إصدار أصوات عبر الماء إذن إصدار أصوات عبر الماء طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعديه أو الدرس أو اللي هون العنوان اللي بعديه ما هي خصائص الصوت هلأ أهم شغلة بالنسبة للصوت قلنا لك وين بيكون أسرع إشي؟ وين بيكون أسرع إشي؟ رح تلاقيه أسرع إشي في المواد الصلبة صح؟ أكتر إشي سريع الصوت في المواد الصلبة إذن هون هيك واكتبوا إلي الأسرع طيب ننتقل لهون بيقول لك إذن استنتجنا من هذا الكلام يا خامس إنه الصوت ينتقل عبر المواد الصلبة السائل الغازية ولا ينتقل في الفراغ ويحدث تغيير في خصائص الصوت نتيجة لدارك مثل السرعة التي ينتقل بها طيب سرعة الصوت هلأ إنت بالنسبة لظاهرة صوت الرعد اللي بتسمعه إنت بتشوف البرق بالأول بعدين بتسمع الصوت طبع الرعد صح أو لا؟ نعم ما معنى ذلك معنى ذلك إنه الصوت بالهوى سرعته جدا أقل من سرعة الضوء تمام؟ يعني الضوء أسرع بتطلع لك بأول شي بتشوف الضوء بعدين بتجي بتسمع الصوت فبترتعب صح أو لا؟ إذن معنى ذلك إنه مين أسرع؟ الضوء أسرع من الصوت بهذه الحالة بالهوى طبعا لكن تختلف سرعة الصوت باختلاف الوسط اللي بتنتقل فيه زي ما قلنا لك بنا نشوف نحن مين أسرع؟ يبين هذا الجدول سرعة الصوت في أوساط مختلفة اللي هو هذا الجدول اللي بالأسفل نلاحظ أن سرعة الصوت تكون أكبر إشي لما يتقل عبر المواد الصلبة شوف الحديد قدي سريع سريع جدا بالحديد بعدين بيجي كل ماء بعدين بيجي كل هوا إذن تساعديا حسب الأسرع الأسرع مواد صلبة بعدين ثم السائلة ثم الغازية هيك بنا نكتبها وهيك بنا نحفزها تمام؟ كتير مهم هذا السؤال طيب أوكي وننتقل الآن إذن هيرتمنا تساعديا ننتقل الآن لصفحة مية شو بنا نحكي هون؟ رح نحكي عن هذه الظاهرة اللي هي الريفلكشن اللي حكينا عنها بالبداية بقولك أنه الصوت ممكن أنه ينعكس شو يعني ينعكس؟ خلينا نشوف شو يعني المنعكس لما يصدم الصوت وماذا السلبة وقاسية كالزجاج فإنه يرتد وهذا يسمى انعكاس الصوت أوكي إيجاد أنت صرت تصيح تمام؟ الصوتك بخبط بالزجاج أو بالرخان بيجي بالنعكس برد يرجع لك هيا مسميها الريفلكشن هل هي ظاهرة مهمة طبعا؟ ليه؟ نتخيل أن الخفاش بيعتمد عليها هذه الظاهرة كيف يعني؟ بقولك الخفاش بيجي بستر صوت أوكي؟ بيجي الصوت تبعه بيصطدم بالفريسة وبرد يرجع عن الفريسة فبعرف بيحدد وين ما كانها بالزبط وبيجي بهجم عليها وبيأكلها طيب وكمان كيف الإنسان استفاد من خاصية نعكاس الصوت؟ الإنسان كيف؟ إذن أول شي الخفاش استفاد منها هاي تطبيق عليها تطبيق آخر دلافين تطبيق آخر نحن الإنسان لما عملنا الغواصات بيقولك الإنسان عمل غواصة على أساس أنها ترسل إشارات صوتية زي ما أنتم شايفين بالأسفل هون عشان تستدل على طريقة فبتيجي بتعمل أصوات أصوات هاي الأصوات وبتيجي بتخبط مثلا بالجبل بترد ترجعي لها فبتيجي بتحدد بالزبط والمكان الجبل أحسن ما تخبط فيه تمام؟ أوكي إذن هاي بالنسبة لإنعكاس الصوت وشو فائدته بالنسبة للحيوانات والإنسان كمان طيب خلينا نشوف ظاهرة الإكو أو الصدى نتفرج على هذا الشخص ونشوف شو عم بيعمل هل هون هو عم بيعمل صوت حكى صوت خبط بالجبل خبط بالجبل ثاني خبط بالجبل ثالث ورد رجع له إذن هذه ظاهرة الصدى برضو انعكاس لمين للصوت إذن هاي ممكن نحكي التطبيق الرابع على انعكاس الصوت غير الغواصة والدولفين والخفاش اللي هي شغلة الصدى الإكو يحدث بسبب انعكاس الصوت إذن ارتدى الصوت وانعكسه وهو عائدا برضو يرجع يعني لما كان صدوره بيعمل لنا هذا الصدى ويظهر واضح في بئر أو ببيت فارغ أو بأودية بين السلاسل الجبلية هل بتفيدني ظاهرة الصدى الصوت باكتشاف النفط؟ نتخيل إنه إلها دخل بيكتشاف النفط كيف يا ترى تيجي هذه الغواص أو هذه الباخرة تمام؟ شو بتعمل؟ بتطلع صوت هذا الصوت بيجي بخبط بالأشياء وبرد يرجع لها تمام؟ فإذن هي بتحدد وين ما كان صيد السمك هالا سمك طيب وكمان لاكتشاف النفط برضو نفس الشي رح تخبط بماكن حدوث النفط أوكي؟ ورح يرد يرجع لها فبتكتشف الظبط وين ما كان النفط وغيرها كمان بتقس إنت عمق البحار بتعرف أدي المسافة بينك وبين القاعة تحت أحسن ما تخبط فيه صح؟ إذن يعني كتير ظاهرة مهمة هذه ظاهرة صدى الصوت إذن مش بس إنت لحالك تسمع صدى صوتك وبس كمان اكتشاف النفط إذن بتشوف فائدتها فائدتها في اكتشاف النفط اتنين قياس عمق البحار والمحيطات وثلاث حتى بصيد الأسماك بتعرف وين تجمعات السمك هاي هن فحددت أنت وين مكانهم وبالتالي بتقدر تصيدهم في أي الأوساط قلنا يكون صوت أسرع ما يمكن حكينا أكتر إشي بسريع بالصلبة بعدين السائلة بعدين الغازية يا خامس وآخر إشي بنحكي لك كيف ممكن إحنا ننص الصوت أو اقتصاص الصوت كيف بيمتص الصوت بقول لك إذا الصوت ما خبط بإشي صلب وقاسي خبط بإشي مادة لينة زي فلية زي سفنجة شو بصير له بقول لك السفنجة بتمص الصوت كيف يا ترى السفنجة بتمصه يعني هون زي ما أنتوا شايفين فيه عندك شخص منزعج وفيه شخص استفاد من خاصية امتصاص الصوت خلينا نشوف شو عمل هذا الشخص عشان يعرف ينام صح هون جاره اللي بالأعلى نازل يخبط بإجراء تمام أوكي فهو شو عمل أوهو جاره اللي بالأعلى الكويس حط سفنج تحتيه أو حط إيش سفنج في اللين تحتيه فإجت انتصت الصوت شايفين جاره اللي تحت هاية ولا هو متأثر ونائم ومكيف عما جاره اللي بالأعلى بهاي الحالة هون ولا حاط إيش بخبط بإجراء ما فيش إيش يمص الصوت تمام فبالتالي شوفوا كل الصوت كيف نزل واخترق المادة الصلبة هون ورد نزل هون عندك يعني هون عندك امتصاص صوت هنا ما في امتصاص يا عمي هون في عندك انعكاس صوت انعكس لتحت فبالتالي الجاره اللي بالأسفر كتير تضرر طيب نشوف لأسئلة الدرس بس نفتح على صفحة 103 مع بعض ونحل الأسئلة السؤال الأول زي ما حكينا مين أسرع إيش الصوت بيكون فيه أكيد الصوت بديكون أسرع إيش هي إيش الماء ليه لأنه طالب منك هو ماء ولا هوا أكيد حكينا نحن نصل بأكتر إيش بعدين الماء بعدين الهواء طيب السؤال الثاني بقولك يحدث إيش عنده عنده إحداث الصوت داخل بير فارغ حكينا البير الفارغ الصوت بالفلين قلناها هلأ بالفلين أو بالسفنجة بصير عندك عملية امتصاص الصوت لماذا يسمع الطبيب نبضات القلب بواسطة السماعة السماعة بتكبر لك الصوت تضخيم الصوت السماعة بتضخم الصوت أوكي عشان تسهيل عملية سماع الصوت البعديها بعض المواد التي تصلح لسنوع سدادات الأذن إذا بتروح إلى السيدلية بتشتري سماعات الأذن هذول السماعات أو السدادات بتكون دائما مصنوعة من الفلين فلين من بلاستيك من مطاط لتقليل الضوضاء وعند وجود شدة في الضوضاء ينصح بارتداد أغطية الأذن فوق السدادات طيب السؤال اللي بحكي لك يا اللي بالأسفل جميع الآتية يستفاد من صدى الصوت في تحديدها ما عدا أكيد ما عدا ولا ما عدا إشي كله صح كيف يعني خلينا نشوف شو المطلوب بقول لك جميع الآتية يستفاد من صدى الصوت في تحديدها ما عدا قلنا الصدى الصدى بشو مفيد عمق البحار هذي صح أعداد السمك بالبحار صح أماكن تجمعات السمك تسيد صيد صح النفط النفط مين بلاقيه برضو برضو النفط كله صح قياس عمق البحار وأيضا عندك دول التي تمتهي الصيد الأسماك تستخدم هذه ظهر لتعيين تجمعات السمك ليسهل صيده تجمعات السمك مش أعداده إذن هذي غلط هذي غلط إذن الضال غلط أوكي يا خامس هذي صح هذي صح لكن أنا بعرف التجمع تبع السمك بس ما بعرف ولا بدأ عرف أن أدي عدده لا بس معرف أنه مجموعة كبيرة أوكي يا حلوين هيك نحن خلصنا وحدتنا آخر فيديو رح يكون معنا اللي هو الختامي رح يكون حل أسئلة الوحدة شكرا لكم أعزائنا وأنا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا حلوين كل عام وأنتم بألف خير إلى اللقاء